معالي المستشار الأماكن الحيوية الخاصة بالخدمة بتاعة المواطن دي يعني نأمل لها ايه يعني موضوع التعليم والراغي اللي بيحصل حواليه والتسريب الامتحانات والخطط اللي كل شوية تتغير علشان شكل الاعدادية شكل السنوية شكل اللي ابتدأ ايه الصحة طبعا معانا لسه دكتور خالد عبدالغفار زي ما هو والحقيقة مشروع التأمين الصحي الشامل ده لابده ان يستكمل يعني لغات لما المواطن يشعر بسعادة حقيقية يعني ويتمئن تجاه هذا الامر لكن التعليم التموين نفسي دخل الثقافة بس براحتكو يعني ايه اللي حضرتك شايف انه ممكن يبقى فيه طفرة في الخدمات دي يعني دي وزارات جماهيرية انا بتعامل معاها على طول هو يعني ملاب في التعليم ده في ملاب في الشائق شوية يحتاج لعادة نظر يحتاج ان يكون هناك مجلس اعلى للتعليم ايه؟ يضع السياسات التعليمية ويجي الوزير مختص تنفذ هذه السياسات حتى لا يضع الوزير الجديد سياسات خاصة تبقى لرؤيته هو اه وتتغير برضو بعد ثلاثة اه يعني مثلا الوزير السابق الدكتور طريق شاوية وضع سياسات معاينة ونبفذ بيها والتابلت ووصل الواي فاي والنت الجميع مش القرى وتكلمة ومستمرش جيه الوزير جيه الادكتور ريد حجازي برضو مدت قصيارة يعني انا مش معها تغيير الوزراء كل شوية يعني هو الوزير اللي يبدأ سياسات عليه ان يستمق يعني عليه ان ينفذها عشان ينفذها لازم ياخد وقت معين وتبقى فيه برضو يعني انا كعذاب سياسية عندنا يعني بالنسبة للحكومة الحالية ديت يعني الوزير اللي مش حيسيب مش حينتج مش حينش فعل ادوات الرقابة وحنسأله والوزير اللي حي عن طريق الاعضاء عن طريق الاعضاءنا في البرنامات من الاحزاء اه عن طريق نوابنا من البر في مجلسات الشوخ والنواب الوزير اللي حيينجح ويسيب برضو حنعذرله لان احنا يعني لازم يكون هناك حساب ولاجم يكون هناك برضو تقدير للعمل الجاد اي اما بخصوص ملف التعليم عموما فمنهضة مصر تكمن في ملفين ملف اجتماعي وملف اقتصادي ملف الاجتماعي هو التعليم والصحة ملف الاقتصادي الزراعة والصناعة اي لازم يعني اذا اهتمنا بالتعليم والصحة هيبقى فينك مواطن صالح طالع هتلاقيه بيخدم بلده كويس جدا بينجح في كل مكان يؤدي فيه بالنسبة للزراعة والصناعة الملف الاقتصادي لو احنا هتمينا بالزراعة والصناعة وده اللي بيناديو فيه الرئيس عبد فتاح السيسي سوفاء نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع حيث بنك اكتباء ذاتي وهيبقى فيه فقد للتصدير والامور هتتحسن ويجب العمل على هذين المحورين انتبار من الان بطريقة اللوجستية لان الطرق التقليدية دلوقتي مش هتودي نتائج يعني مفيدة طيب لها اثر مباشر على المواطن في هذين الاونا فالحقيقة الامر وان كانت الوزارة السابقة يعني قبل ابدا لقل حسنا في بعض الموضوعات الا انها اخفقت في بعض الموضوعات احنا بنتطلع المواطن بنتطلع للوزارة الحالية ان هي سوف تحل المشكلات الحالية الموجودة الان سوف تكون لها حلول يلمسها المواطن في الشارع ويلمسها بسرعة مش يعني مثلا انت عندك بنية تحتية في جمهورية مصدر العربية مش موجودة يعني تفوق الدول كثيرة من الدول العالم يعني ما فيش شبر في الصحراء الا ما فيه طريق كفري انا لازم اعظم الاستفادة من هذه البنية التحتية تعظيم الاستفادة منها ان انا لازم اتواسع في الزراعة اتواسع في الصناعة اتواسع في التنظير لان يبقى مستغلتهاش انا صرفت على بنية التحتية كبيرة جدا ضخمة ومعظمتش استفادة منها